أنهت الفصائل الفلسطينية الجولة الثانية والأخيرة من اجتماعاتها في القاهرة لمناقشة الانتخابات التشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وأكدت الفصائل في البيان الختامي للحوار الفلسطيني على ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية المقبلة والتصدي لمحاولات إعاقتها خاصة في القطس كما شددت الفصائل على وحدة الأراضي الفلسطينية سياسيا وقانونيا وكانت الفصائل المشاركة في الانتخابات قد وقعت على مثاق شرف تأكيدا على سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاها وينضم إلينا من سطنبول دكتور طهر النونو القيادي في حركة حماس أهلا بك سيد النونو يعني وفق مثاق الشرف هناك التزام بإجراء الانتخابات بموعدها ما الضمانات فعلا للالتزام بهذا الموعد بسم الله الرحمن الرحيم الضمان الأساسي هو الإرادة الفلسطينية نفسها هو الحاجة الفلسطينية اليوم من قبل الجميع لاستكمال هذه العملية الديمقراطية التي بدأت من أجل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة والديمقراطية الثاني هو الشعب الفلسطيني الضمانة الثانية هي الشعب الفلسطيني الذي يريد بالفعل أن يدخل إلى مرحلة إنهاء الإنقسام من بوابة الانتخابات الضمانة الثالثة هي الجهد الدولي أو الجهد الإقليمي الذي تبذله الدول الضامنة وهنا نتحدث عن مصر عن قطر عن تركيا إضافة إلى روسيا أيضا هذا الجهد السياسي المبذول من هذه الدول التي قدمت الضمانات باتجاه إجراء الانتخابات بمراحلها الثلاثة والعمل على تذليل أي عقبات يمكن أن تكون في وجه الانتخابات ويمكن أن نقول أن سير المباحثات في فبراير الماضي وهذه الجولة تشير إلى أننا بإذن الله سنكون أمام استكمال هذا المشروع أشرت إلى الضمانات الإقليمية والدولية ومثاق الشرف أيضا يتحدث عن الانتزام بنتائج الانتخابات تجربة سابقة في العام 2007 يعني معروفة نتائجها ولم يكن هناك التزام بالعملية الانتخابية ونتائجها ما الضمانة اليوم التي تتغير بعد إجراء الانتخابات الضمانة الإقليمية هذه التي تتحدث عنها يعني ما الذي يضمن عند تغير الأجواء الإقليمية سيبقى هذا الانتزام الفلسطيني الفلسطيني بالانتخابات وبنتائجها التجربة ذاتها هي الضمانة أو يمكن أن نقول هي التي يمكن أن تغير تفكير الإقليم يمكن أن تغير تفكير بعض الأطراف الدولية 15 عام من عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الماضية التي جرت في العام 2006 أو عدم التعامل مع نتائج هذه الانتخابات هي التي أفرزت هذا الواقع الفلسطيني نحن اليوم أمام واقع فلسطيني جديد هذا النقطة النقطة الثانية أن التوجه الرئيس لدى القوى الفلسطينية الفاعلة أن تكون الحكومة الأولى التي ستشكل فيما بعد الانتخابات الفلسطينية أن تكون هي حكومة توافق أو حكومة وحدة وطنية فلسطينية وهذا بالتأكيد يقطع الطريق على أي جهة تريد أن لا تعترف بالواقع الجديد تريد أن لا تعترف بنتائج الانتخابات لأننا نسعى لأن يكون الشعب الفلسطيني كل موحد في هذه الانتخابات سواء في المجلس التشريعي الفلسطيني أو في المجلس الوطني الفلسطيني بحيث يمثل كل الأطياف السياسية والمزيك الفلسطيني سيد النونو بالأمس سيد صلاح البردويل تحدث بأن الحركة توافق مبدئيا على دخول الانتخابات بقائمة مشتركة مع حركة فتح لكن شرط أن لا تكون محصورة بين الحركتين وهناك كلام أيضا من قيادين آخرين بأن الحركة لا يزال خيارها القائمة الموحدة هل هو كذلك بالفعل؟ أين وصل النقاش بهذا الموضوع؟ بالتأكيد أن الخيار الأفضل والأمثل للحركة هو أوسع قاعدة تحالف وإتلاف ما بين القوى والفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية هذا هو ما تسعى الحركة إليه أو ما ترغب في أن يتحقق لا زالت الحوارات جارية حول هذا الموضوع لا زالت المباحثات جارية حول هذا الموضوع للوصول إلى أكبر قدر من القوى والفصائل والشخصيات التي يمكن أن تشارك في مثل هذه القائمة سواء كانت فتح وحماس وفصائل أخرى أو كانت حماس ومن يرغب من القوى والفصائل الفلسطينية للوصول لتشكيل هذه القائمة الواسعة التي نطلق عليها أوسع قاعدة وحدة وطنية بحيث تضم الأطياف الفلسطينية لتكون هي بذاتها ضمانة لأمرين أولا للعمل المشترك داخل البيت الفلسطيني للوقوف سدا أمام أي محاولة لاختراق البيت الفلسطيني من الخارج في قضية الاعتراف وعدم الاعتراف والتعامل لأن ينزل الجميع عن حالة الانتسام التي مضت خلال 15 عام لتكون فرصة للتقارب الفلسطيني الذاتي شكرا جزيلا لك من اسطنبول دكتور تهرينونو القيادة في حركة حمال